يوسف يقول ما تفسير قول ربنا كلا إنها كلمة هو قائلها ما المقصود بالكلمة في الآية وعندما قتلت الفئة الباغية عثمان بن عفان رضي الله عنه هل صحيح ما نصب أنه كان يقرأ في سورة البقرة فعندما ضرب بالسيف تناثر الدم على المصحف إلا قوله تعالى فسيكفيكهم الله أما هذه الثانية أخي فيذكرها المؤرخون ولا غرابة فعثمان سيد من سادات أولياء الله بغير شك وهو الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة وهو الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم ارضى عن عثمان فإني عنه راض وشهد له بالخيرية حين قال ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم والنبي عليه الصلاة والسلام زوجه ابنتيه زوجه رقية فلما ماتت رضي الله عنها أيام غزوة بدر زوجه عليه الصلاة والسلام بأختها أم كلثوم يعني لما أن جاء البشير بانتصار المسلمين في بدر كان عثمان رضي الله عنه في البقيع يواري رقية الثرع فالنبي عليه الصلاة والسلام زوجه بأم كلثوم رضوان الله عليهما ولما ماتت أم كلثوم قال لو كان عندنا ثالثة لزوجناك وعثمان بغير شك قتل مظلوما فإنه كان خليفة راشدة وإماما عادلة وقد رغد عيش المسلمين في عهده وطابت حياتهم لكن تسلل إليهم المنافقون واستجاب لهم مرضى القلوب حتى عدوا على عثمان رضي الله عنه وقد منع الناس أن يقاتلوا دونه وقال ما أرجو أن أكون أول من خلف محمدا صلى الله عليه وسلم بإراقة دماء أمته ودخلوا عليه فضربه أحدهم بمشقص في رأسه وجذبه الآخر من لحيته حتى استكت أسنانه ثم زبحه الثالث بالسيف فيذكرون بأنه تناثر دمه على المصحف على قوله تعالى فسيكفيكهم الله قال المؤرخون ما من واحد من قتلة عثمان إلا مات مقتولا حتى المحرضون وكان من آخرهم رجل جاء إلى الحجاج بن يوسف يعتذر عن المشاركة في الغزو بأنه شيخ كبير فأذن له الحجاج في التخلف فلما ولا قيل للحجاج بأن هذا هو القائل هممت ولم أفعل وكت وليتني إذا انتركت على عثمان تبكي حلائله فالحجاج استدعى قال له أنت القائل هممت ولم أفعل وكت وليتني إذا انتركت على عثمان تبكي حلائله قال له نعم فضرب الحجاج عنقه فالعثمان رضي الله عنه كف يديه وأغلق بابه أيقن أن الله ليس بغافل وقال لأهل الدار لا تقتلوهم وعفى الله عن كل امرئ لم يقاتل فربنا جل جلاله انتقم لعثمان ممن ظلموه وأراق دمه بغير حق أما قول ربنا جل جلاله إنها كلمة وقائلها الكلمة هي كلا لأن هذا الكافر وذاك الفاجر لما حضره الموت قال رب ارجعون طلب من الله أن يعيده إلى الدنيا لعلي أعمل صالحا فيما تركت فيكون الجواب كلا لا رجوع لأن ربنا جل جلاله قضى لأنه إذا جاء الأجل فلا يستأخر ولا يستقدم إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فيقال له كلا يعني لا رجوع هذه الكلمة ثم قال جل من قائل ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين فمكثه في قبره حاجز بين الدار التي تركها وهي دار الدنيا والدار التي تنتظر وهي دار الآخرة التي هي جنة أبدا أو نار أبدا كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام